السلام عليكم كيف ديرين لبس لكم اتمنى انكم تكونوا بخير على خير انتما تشاهدوا الفيديو ديال اليوم وان شاء الله اليوم كيفما تشوفوا معي حضرت خبز طورتيلة او خبز طاكوس سائل هنتما كيف كتشوفوا كيفاش يجي رائع وسهل سهل جدا وبمقادر بسيطة رائع الخبز ديال الطاكوس غيجربوا ان شاء الله وغادي ولي معتمد عندكم هنتما كيفما تشوفو كيجي يعني سهل سهل طي يعني ما تكسر ليكم ما تشي حاجة وكيما قلت لكم مقادر جد بسيطة واقتصادية مو يبقوا معايا بشوفوا معايا البقية ديال الفيديو المقادر ديال هاد طاكوس وغادي نبدو بسم الله على بركة الله باول حاجة غادي نحتاج ثلاثة الكوؤوس ديال دقيق الفرس من نوعية جيدة بطبيعة الحال ويكون مغربل وغادي نحتاجه معاه شوية ديال سانيدة تقريبا لواحد معلقة كبيرة ديال سانيدة مع مراش واحد نصف معلقة ديال الملح مهم هنا غادي نقص شوية من الملح حيث غادي نصف معلقة صغيرة ماشي نصف معلقة كبيرة مهم غادي نحركو هاد سانيدة مع الملح فقط هاد شي اللي كنحتاجه في هاد الخبز ديال طيرطيلا وغادي نحتاج الماء ثلاثة الكوؤوس يعني نفس الكيمية ديال الدقيق إلا أدرتوا ثلاثة الكوؤوس ديال الماء غادي غادي ثلاثة الكيسان ديال دقيق وهكاك أكام إلا أدرتوا ربعة غادي غادي أربعة الكيسان ديال encima ديال الدقيق س بحالها كاتم غادي نفس الكيميى ديال دقيق نحنا كنضيف الماء وهنا كنحركوываетo ضروري التحريك المستمر لتحركوا مزيان لكي يدوبوا لنا هذه الكويرات البطقيق تنحركوا غير بالضطرر باليدوي لما نحتاج الخلاط الكهربائي اضطرر باليدوي فقط سنحركوا مزيان كما تشوفوا بقليانة واحد شوية ديال لما من هدوك ثلاثة الكيسان تاورا دفطوا في الأخر وحركت بزيان حتى كي يوليو عندكم هدوك الفقاعات ومن بعد نضيفوا واحد معلقة كبيرة ديال زيت المائدة معلقة واحدة فقط ونحركوا مزيان حتى كتنسجم لنا مع الخالط لما قلت لكم تحريك مزيان باش كي يدوبوا لنا هدوك الكويرات ديال الدقيق وكي يجينا القاوام ديال الخالط ديال نعلى هاد الشكل هادا كيف ما كتشوفوك ناعم انتوما ما خفيف ما تقيل صافي وهنا قدرت المقلاء ديالي باش تسخن المقلاء ديال حال تكون ما كتلسقش وكن نكوب يعني القياس اللي بغيتو تدير نتو ما صغار ولا كبار غير هو ما تديروش الخبز ديال تورتي اللي يكون غليد المهم القياس اللي بغيتو انتوما المهم حاجة هو انهم تديروها كارقيق باش كي يسهل عليكم في الطي بعد ما كتبغيوها كتعمروه ومع التقليب طبيعة الحال باش كيتنفخ معنا الخبز ديال تورتيلا وها هو خبز طاكوس او خبز تورتيلا بعد ما طيبنا كي يجيب حالها تشكلا دا ما كتحمروش بزاف لانه كتعاودو تكملو لطيب بعد ما كتديرو فيه هكا الحشوة اما تديروه في آلة البانيني ولا في الميقلات مهم كان هذا والفيديو ديالي وما كي ما كتشوفوا معايا وجاهد خبز ناجح مئة بالمئة غير جربو ان شاء الله وغادي يعجبكم هانتوما كيف ما كتشوفوه ما كيت تقطعش معاكم نهائيا ولا كيت تكسر غير جربو ان شاء الله وغادي ولي معتمد عندكم ونعجبكم الفيديو ديالي وما ما تنسونيش من لايك والتعليق زوينة ديالكم ومع السلامة الى فيديو الجاي